موسيقى مساء الخير لا تهادن لا توارب لا تساير لهجتها صارمة تعبر في الأذن حيث يجب كحد السيف وكلمتها كلمة تنزل على من يفترض كالمسمار صعيدية لبرالية وابنة سليلة رفعت شعار نحن مسلمون وطنا ونصارى دينا الدكتور مونة مكرم عبيد مع ريكاردو كرم دكتورة مونة مساء الخير مساء الخير ريكاردو وانا أسعد ضيفة عزيزة انت ابنة الصعيد ايوه متهمة متهمة بالشخصية الاستفزازية لهجتك استفزازية أسلوبك استفزازي هل أنت قلبا وقالبا كما تبدين لا فيه ناس بيشوفوا كده ان انا ايوه لا جنتي استفزازية عشان تصارمة الناس تانين يقولوا لا هي زي ما هي طبيعتها كده طبيعية يقال انه كل دقيقة غضب بتضيع منها ستين ثانية من السعادة هل سبق وطرحتي لحظات السعادة من لحظات الحزن بحياتك يعني هل فجأتي بالنتيجة هل كانت لحظات السعادة اكتر من لحظات الحزن اه لحظات الفرح والبهجة كانوا اكبر من الحزن والحمد لله ياللي بيغضب بسرعة بيكون بالاجمال اكثر صدقا من سواه صح يكون غالبا كما قلتي حساس ماذا قد تفعل بك انت مونة مكرم عبيد الاساءة هل تتحولين الى لبوة ام على العكس تدرين ظهرك وتمشين لا ولا كده ولا كده انا هقولك حاجة انا قبل قبل ما اخش السياسة كنت افور على طول من وقت ما دخلت السياسة السياسة هدتني مع ان السياسة اكتر استفزاز اذا الثورة خمدت بداخلك خمدت اه يعني تعلمت يعني ايه امسك اه اصابي نابوليون بونابارت قال بالابرة تستطيع ان تحفر بئرا هل انت صابورة الى حد ما هل انت قادرة ان تحفر بئرا بالابرة ام تفضلين استخدام اصابع ديناميت اصابع ديناميت لا تواربين ولا تسايرين فكيف تنسجم اذا مونة مكرم عبيد مع المجتمع شو زي ما قلتلك السياسة بتعلم اه صنعة انك ايه انك تكون قادر على مشاعرك كبت المشاعر كبت المشاعر الى حد ما برضو عشان كله بيبان في عناية للأسف يعني مش ضروري اغضب باللسان لكن بيبان في عناية انا غير ديبلوماسية وانت عارف كده من زمان انا عايز هلأ اشوف الجمهور الجمهور هيكتشفك ازاي معايا هيكتشفني زي ما بيشوفني من مش عايز اقول كذا سنة تعرفي الليلة في جمهورة بيعرفك رح يتعرف عليك لأول مرة وفي ناس سبعان بيعرفوك رح يدوا اكتشافك لانه هذا الحوار لح يكون حوار مختلف وهكذا يبدو حتى في بداياته صح اولا صح تتحدر من ضلع سليلة عريقة معجونة بالسياسة وتحمل دمغة حزبية وفدية مع وقف التنفيذ استراحة وانعود ترجمة نانسي قنقر انا مونة مكرم عبيد خركت من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة ومن الجامعة الامريكية في القاهرة ايضا شغلت مناصب عديدها سواء في مصر او في الخارج على المستوى الدولي يعني كنت خبيرة للبنك الدولي لمدة ثلاث سنين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وايضا عملت للأمم المتحدة في الايكو سوب بعد هذا الفاصل نعود الى الدكتورة مونة مكرم عبيد وفدية مع وقف التنفيذ خرجت من صفوف الحزب حزب الوفد وعادت ثم عادت وخرجت انضمت الى حزب الغد انتسبت الى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما بال مونة مكرم عبيد لماذا تخرج وتعود وما تلبث ان تخرج حتى تعود لا لا الخروج الاولانية اخدت عشر سنين واكتر وبعدين انا اول مرة لما خرجت مع اني كنت مرتبطة بالوفد يعني انا من مؤسسي الوفد الجديد ما تنساش وقعدت عشر سنين مع قيادة وزعيم هاي اللي هو فؤاد سراج الدين عندما رفضوا دخول الانتخابات انا رفضت الحزب لانني هل لعلي هي في تلك الاحزاب ام في نظرة مونة مكرم عبيد المتغيرة في اتجاه تلك الاحزاب كل الاحزاب اللي انضمت اليها كلها لبرالية الحزب الغد ده انطلاقا من الوفد ايمان نور ده كان معايا في الوفد وهو جمع شباب حواليه وطلب مني ان انضم وانت واحدة منهم لا انا ما كنتش من الشباب لكن انضمت له عشان ادي له سند سند بخبرتي وبالتاريخي انت تنتمين الى سليلة مكرم عبيد باشا وكلنا جميعا نعلم من هو مكرم عبيد او ويليام مكرم عبيد الذي شطب اسم ويليام عن هوية القيد مناهضة للاستعمار البريطاني كان مكرم عبيد ريكن اول في حزب الوفد منذ العام الف وتسعمية وتسعتاش انت وردت عنه الطباع كما الانتماء هو ادار ظهره وغادر الى دنيا الحق عام الف وتسعمية واحدة وستين لكن مونة مكرم عبيد ادارت ظهره وغادرت الحزب العصب كيف تفسري يلي صار اليس في هذا تخليا عن تاريخ من تاريخ مكرم عبيد لا مش تخليا انا كل لما غدر لما سبت الوفد كان مسبب اول مرة عشان اطعو الانتخابات وانا ضد مؤاطعة الانتخابات وكان ليه حق في هذا الوقت كان عندنا 58 وفدي في البرلمان الخمس سنين اللي بعديها رسينا على خمسة زي ما انا قلت هنخسر الشعب هنخسر الشارع الشارع هينسان المؤاطعة دي ما بتجيبش نتيجة في حزب الوفد يقولون انك تبحثين عن المناصب اكثر من الولاءات هل هذا كلام صحيح بالوقت اللي انت بتقولي انه الحزب بات تابعا للاخوان المسلمين لا ما بقاش تابعا اوي وتعادل اوي اخيرا عشان ندخل في جابهة الانخاز وجابهة الانخاز الحزب اللي انا نضميت اليه اللي هو حزب الاجتماعي الديموقراطي اللي يرأسه الدكتور محمد ابو الغار دي شخصية ممتازة وانا انضميت عشان هو كان بيمثل بالنسبة لي افكار الوفد الحقيقي الوفد بتاع 19 هل تتذكرين ان مكرم عبيد باشا هو الرجل الوحيد الذي صمح له بحضور مأتم الشيخ حسن البنة مؤسس حركات الاخوان المسلمين ايوه انا عارفة بس مش سمحة له ما كانش مسموح وهو راح هو راح عشان كان مقتنح كان فين يمنعوه من حضور مأتم طبعا كان ممكن ما هو كان محاط بالجيش وقتها وما كانش فيه غير النساء نساء عائلة حسن البنة اللي كانوا موجودين اللي سمحوا لهم تم الترحاب والترحيب به لغاية حتى اليوم ما فيش واحد ما بيفكرنيش بهذي الوقع يعني الوقع دي فدلت مغروسة فيهم كان مكتب مكرم عبيد باشا مليء بالصور بالذكريات المعلقة على الجدران والتي من خلالها تعرفتي إلى شخصيات ووجوه وأعلام مكتبك أيضا يحتوي على صور محطات ماذا تعني لك الصور أحلى حاجة في مكتبي هي الصور أنت امرأة متجددة تلقائيا ويوميا هل الصور مهمة بالنسبة لك أوي أحب لما أقعد حتى أتفرج على الصور اللي أنا عرف عرفها هل تستخدمين عادة الشاشة الإلكترونية أي العيباد يتتوغلين في الصور أم على العكس بتفضلي الصور الوراقية بتفضلي تلمسية تتحسسية عند رائحة مختلفة عن رائحة الصور المعلقة على شاشة الآيباد لا أفضل شاشة الآيباد عشان أنا من التكنولوجيا الجديدة من فضلك متجددة كما قلنا دائما نحن وضعنا بين يديكي مجموعة صور على هذا الآيباد على الآيباد تفتحي الآيباد أنك توضع الشاشة أمامك وصوى لح من شاهد بعض الصور هي صور مختلفة تم انتقاء وبهمنا طبعا نستمع إلى أرائك عن بعض اللحظات يلي من الممكن أن تكون أنت عشتها أو عن بعض الشخصيات يلي تأتي فيها شو بتمثل لأليك وشو رمزيتها لأليك ده مكرم عبيت ودي مين ودي مين فدي من أعز الصور طبعا اللي عندي عشان دي الوحيدة وأنا طفلة صغيرة لأنني نشأت في بيته وكبرت في بيته و نهلت منه نهلت منه هو دايما كان يقول يخسار أنها مش ولد بس هنا شكل زي الولد يعني كان دايما يقول كده عندها شخصية قوية خسار أنها مش ولد يعني لسه فكر الشوفيني موجود حتى مع الناس المتعلمين والزعم الكبار يقال أنه أنت وصغيرة كانت بتحب التمثيل أنت هاوي التمثيل لكن دائما بالمدرسة الأدوار يلي لبستك واللي تقمصتها كانت أدوار ولد بالزعم أو صبي أيها صح هل كنت تمنيت أن تكوني أو طولة دي فتى أو شاب أو صبي في هذا الوقت آه يمكن عشان وبعدين زي ما بتقول طبعا كل اللي أنا كنت ببسلهم كانوا أدوار رجالية أو ذكرية رجالية أو سبيان خاصة في كل التمثيل بتاع شيكس بير متسامر نايت سدريم وتولف نايت لآخره لكن بعد كده لا طبعا طبعا أنت فخورة بأنوستك أيوة فخورة والناس تنين كمان مفخورين بأنوستي بس بيهجموا أنوستي صورة تانية ماذا جمال مبارك أنت شبهتي جمال مبارك ذات مرة بابنك وقلت بالحرف الواحد هو شاب مرن ومثقف ويملك مواصفات مطلوبة في أي مسؤول هل ما زلت في رأيك فيه؟ أي مسؤول مش يعني رئيس دولة هل ما زلت على رأيك فيه؟ رأيي أن طبعا كان شاب متعلم مرن في منتهى الأدب دايما ولكن ما كنت شايفة كرئيس دولة وأنا كنت ضد التوريس من الأول وعشان كده طلعوني من برلمان لكن أنا وقعية الشاب أيوة شاب هو كان في الجامعة مع ابني شاب وعد أمريكين يونيفرستي وعد مش ضروري يبقى رئيس دولة وعد ممكن يبقى وعد في البنوك وعد في الاقتصادي وعد في في السياحة في الأدب في السينما أنا معا بدخل هون في السينما بقضية رئاسة الجمهورية وطموحاته الكبيرة يلي يقال أنه هذه الطموحات ساهمت بدفع آل مبارك إلى حيثهم اليوم ونحن بالأخير من نحن كي نستطيع أن نعلل ونحلل ونقيم هذه المرحلة التاريخ طبعا سوف يكتب في المستقبل ونحن بانتظار ما سيكتب بعد سنوات عديدة بس ما كانتش طموحات طموحات جمال مبارك كانت طموحات والدته والدته سوزان مبارك أيضا كانت في إحدى الصور لم تعلق على هذه الصورة لماذا لأنني لأنني عايزة أنسى هذه السيدة لأن أنا بحملها مسؤولية كبيرة في اللي احنا وصلنا إليه وقت النظام السابق ومش عايزة تعليق أكتر من كده سورة الرئيس حسني مبارك محمولا خلال المحاكمات ترافقت مع السيل من التعليقات والانتقادات ماذا كان أول التعليق لمونة مكرم عبيد وأنتي تشاهدين الرئيس حسني مبارك خلال المحاكمات في القاعة بهذا الشكل أنا شفت أن دي حاجة مهمة مهما يكان ده كان رئيس دولة أنا طبعا ضده على طول الخط وكنت في المعارضة طول الوقت ولكن أنا شفت أن دي ده شكل مهين ومعرفش مين الأشار إليه أن يدخل كده عشان يستقطب العطف أنت عارف أن المصريين بيتعطفوا بيتعطفوا بسرعة ولكن ده عمل رد فعل لا عمل رد فعل عكسي عكسي تماما إزاي يشوفه رئيس مصر بالطريقة دي داخل على سرير متحرك يعني أنت كنت في المعارضة كما سبق وأشارتي لكن بنفس الوقت أنت قلتي قبل الثورة أتمنى مقابلة الرئيس مبارك لأنه رئيس كل المصريين كنت مقتنعة به هل هذا من منطلق أنا لظروف أحكام لا ما كنتش مقتنعة به ولكن كنت أحب أقابله أيوة عشان كنت عندي كلام وأي واحد يحب يقابل الرئيس خاصة إذا كنت في السياسة فده بدون أي تحيز أو أي حاجة والرئيس طبعا كان عنده إيجابيات ما حدش يقدر ينكر كده بس السلبيات كانت أكتر بكتير مونة مكرم عباد أنت معجونة بالسياسة وأنت خبيرة في حقوق الإنسان وفي الشأن العام وأيضا في تدريس العلوم السياسية في كبرى الجامعات الأمريكية شغلت منصب عدو مجلس الشعب بين عامي 1990 و 1995 و ها أنت اليوم عدو مجلس الشورى مرست إذن السياسة النظرية والواقعية فهل ما يدرس يطبق؟ ده اللي أنا حاولت أعمله عشان أنا كنت رفضة إن أنا أكمل بس في الناحية الأكاديمية نحية الأكاديمية أنت متفرج ومحلل أنا كنت عايز أبقى أشارك وده اللي حصل في أول مرة أنا نزلت الانتخابات كان في التسعينات وده كان قراري إن أنا حخش في مجال السياسة لأنني شايفة إن ده بيحقق مش طموحاتي بيحقق لي ذاتي وده اللي لقيته وأنا مش ندمانة خالص على أن أعملته أريد أن أعود معك إلى مكرم عبيد باشا الذي نعبر من جديد كلما تذكرناه إلى مرحلة جميلة وإلى رجالات كبار غير رجالات اليوم لكن مكرم عبيد لم يعد للأسف كما كثيرين من جيله إلا اسما عبرا في أحداث التاريخ أو اسم شارع في مدينة نصر فهل كده يكرم الكبار برأيك دكتور أمونة وأكرم عبيد؟ مفروض طبعا يكرموهم ويذكروهم وخاصة في هذا الوقت لأننا بنسمي الوقت ده الزمن الجميل اللي هو الغاية 52 أنا ما بقللش عن الزعيم جمال عبد الناصر أبدا ولكن في هذا الوقت كان فيه كانت مصر هي مصر هي أم الدنيا فعلا العالم كله كان يختلف مش فقط مصر لبناء كان يختلف الشام كان يختلف طبعا بس مصر لها ثقة تاني طبعا قلب الأمة العربية ومنارة التنوير اسمعناك تقولين ترددين نريد شوارع بأسماء الشهداء سمي ثلاث شوارع بأسماء ثلاثة شهداء برأيك أنت يجب أن يكرموا مينا دانيال محمد جنديا جيكا جيكا ده يعني وخالد سعيد مع أن خالد سعيد توفى قبل بس توفى تحت التعذيب وأفتكر هو كان من ضمن الشرارات اللي أطلقت الثورة عندك خالد سعيد عندك الاعتداء وحرق كنيسة القديسين وعندك التزوير الفج لآخر انتخابات في 2010 انتخابات بقى البرلمان دول الثلاث حاجات اللي شرارة تونس خلت البركان ينفجر ومن له آذان فليسمع مونا مكرم عبيد وأنت صغيرة كنت خارج السيطرة out of control هل لهذا السبب بعتوكي الأهل إلى مدرسة داخلية من عمر السبع سنوات حتى عمر الثامنة عشرة صح كان أحلى أيام حياتي محدش كان عايز يصدق الكلام ده بس وتعلمت انت عارف لما تعيش مع ناس تتعلم يعني ايه team work العمل الجماعي أنا عمري ما كنت عايزة أقود ولكن كنت أحب أكتر حاجة يعني أحسن حاجة بتطلع مني بتبقى لما أكون في team work في جماعة دمو المجموعة في مجموعة بالزبط ودي تعلمتها وفضلت معي لغاية النهاردة لغاية النهاردة أنا شايفة أن التربية المصرية ما بتديش هذا الإحساس بتاع team work اللي الإنجليز بيعلمه لك الإنجليز عارفين يعني team work لكن الكل عايز شخصانة وانت شايف في السياسة شخصانة وهو ده اللي بيجيبك وراء هي الشخصانة وانت لا لا أبدا ما في شخصانة عنديك لا 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 خب الريادي حب الخيادي لا 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 أنا حب أكون مهمة حب بطريعة لكن مش ضروري أكون ريادي ريادي لا كم مرة طردتين المدرسة؟ طردتين أنت عرفت ده كله منين؟ مرة أو مرتين؟ أو تلات مرات؟ مرتين 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 مدرسة الفرنساوية عند الرهبات الرهبات ما كانوش بيغذروا وده ده كانت فرصتي كل حاجة لها السلبي والإيجابي بالنسبة لي طبعا ده سلبي وأخدت علق تمام في البيت لما اتردت ولكن الناحية الإيجابية أن أنا دخلت مدرسة إنجليزية وأنا عمري سبع سنوات ولا ثمان سنوات فعشان كده بطقن اللغتين يعني كلغة أم زي ما بيقول أنه هو الفرنسية والإنجليزية هل كانت طفولتك سعيدة؟ أوي هل أنت امرأة سعيدة اليوم؟ آه طبعا أنا دايما سعيدة حتى في الكوارث سعيدة إن شاء الله دايما ترسم بأصبعها على متلا وإلا وتتحدى الفتنة المتسللة مرددة الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها فاصل ونعود مساء الخير جميعا ومساء الخير من أم الدنيا القاهرة أشعر بالمجلس القومي لابد أني درم سيدات في حزب النور مش بس في الإبراهين دربوط عشان دي هتوقف كل مرة وهتبقى غير دستورية المستحفل هو الشعار الذي يتمعنا جميعا بأمل جميعنا في غير الأفضل ينتقل بنا من حالة الشرزمة والفرقة والإضراف إلى الاستقرار والتنمية والزين الخاضية الكاملة دكتورة مونة مكرم عبيد ضيفتنا في هذه الحلقة نسمع دائما من حولنا من يقول من الحكماء ألزم الصمت في ساحات الفتن ما هو تعريفك لهذا المفهوم مفهوم الصمت في هكذا حالات أرفض تماما هذا الكلام واللي وصلنا اللي احنا فيه النهاردة هو الصمت ده هو الصمت والطبطبة والكلام زي مكلمة ما فيش ولا عقاب وما فيش ولا ثواب ولا ثواب ولا ثواب ولا عقاب للتعرضوا لهذه الجريمة الأخيرة والجريمة الأخيرة وازدياد الخطاب الديني العنصري من أسباب الاحتقان اللي احنا فيه وبيعكس قلة الحيلة بتاعت النخبة السياسية اللي احنا بقالنا 40 سنة في الكلام ده الفتنة تطل برأسها كيف تتعملين باختصار معها أقطع رأسها أنت ترفضين تصديف الأشخاص دينيا ومذهبيا لكن أنا في زمن يقال فيه هذا سني هذا شيعي هذا مسيحي أنت مسيحية قبطية هل يجعل هذا منك حيث أنت كائنا ثانويا طبعا لا أنا بعتبر نفسي موطنة مصرية لي كل الحقوق وما حدش يقدر يسلب مني أي حق ولكن أن النهاردة بتكلم بصوت بصوت المجتمع الإبتي النهاردة الحزين والقلق والطبعا متخوف من كل اللي بيحصل ومن تصعيد الطيار الديني وخاصة الخطاب الديني العنصري بعد زوال الرئيس حسن مبارك رددتي وقلتي أن نظامه لم يحمي الأقباط ثم سمعناك تقولين أن محمد مرسي مسؤول عن أحداث الكاتدرائية في العباسية ثم طلبتي المصريين المسيحيين بالمشاركة في التغيير ورددتي صوتكم بداية العبور إلى المستقبل جميل ما تقولين لكن الأقباط خائفون اليوم على الحاضر على اللحظة فكيف سيفكرون في المستقبل شوف الأقباط تتغيروا تماما بعد 2011 ما بقوش الأقباط بتوع زمان اللي هو منزويين ومنعزلين عن كله بيعيشوا داخل الكنيسة داخل الكنيسة أسوار الكنيسة وراء أسوار الكنيسة ده انتهى النهاردة الأقباط بيحسوا أنهم حتى لو كانوا عايزين يحسسوهم أن هم مواطنين من الدرجة التانية هم حاسين أن دي بلاتهم وهم موجودين وحيدافوا عن حقوقهم مش كمنح من الرئيس الدولة أو من الحكومة لكن لأنها حقوقهم أنا بالنسبة للأحداث الأخيرة قدمت تقرير العطيفي معرفش إذا كنت تعرف عنه تقرير العطيفي ده بيرجع لـ 72 عندما حصل أول اعتداء على كنيسة في الخانكة في هذا الوقت مجلس النواب مجلس الشعب طلع لجنة لتقصي الحقائق كان يرأسها المرحوم الدكتور جمال العطيفي رجل ممتاز ووطني وكان نائب رئيس البرلمان وطلعوا التقرير أنا طلحته من الأدراج عشان أقدمه لرئيس مجلس الشورى وقلوا طلعوا من الأدراج ده بقالوا أربعين سنة في الأدراج عايزين نطلعوا عايزين نشوف إيه كانت التوصيات التوصيات بتاعت أربعين سنة ممكن تطبقها النهاردة زي ترخيص بناء الكنيس يعني إيه يعني إيه الناس عايزة تروح تصلي وتتهاجم عشان عايزة تروح تصلي أو تبني كنيسة تبني كنيسة بيبنوا الكنيس على حسابهم مش على حساب أي حد فلابد أن القانون ده اللي في الأدراج اللي هو توحيد دور العبادة لابد أن ده يطلع وأنا كتبته في آخر توصية اللي هو توحيد القواعد التي تحكم بناء وتوسيع وترميم أماكن العبادة بما يحقق المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ديانتهم وده من أهم الطلبات أن يقدروا يسلوا بكل حرية مشكلة الأقليات في كل المنطقة بارزة اليوم الأقليات تخشى على وجودها على نفسها في الخارطة الشرق أوسطية الجديدة بصفتك استاذي في علم السياسي وليس من منطلق كونك تنتمين إلى الأقليات برأيك هل سيكتب تاريخ آخر جديد لهذه المنطقة؟ شوف زي ما أنا قلت وزي ما أنت قلت بقبل كده الرئيس مبارك اللي كان مفروض يعني كان نظام علماني ما كانش بيحمي أبداً اللعبات ولا المسيحيين بل بالعكس كانوا بيلعبوا بهذه الكارت عشان يأججوا المشاكل بين مسلمين ومسيحيين عشان ينسوا المصائب اللي بتحصل في البلد ويكونوا يعني مغموسين في هذه المشاكل أنا كان رأيي أن يمكن لو عندنا حكم إسلامي رشيد يمكن دي هتكون أحسن فترة للمسيحيين لكن غلط للأسف كان رأيي أن ممكن تحت نظام إسلامي رشيد أن المسيحيين يحسوا بالأمان وبكامل حرياتهم كمواطنين من الدرجة الأولى للأسف العكس اليوم هو صحيح نزلت مونا مكرم عبيد إلى ساحة الميدان وهتفت مع المتظاهرين مقولة مكرم عبيد الشهيرة إن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل مصر وطن يعيش فينا ثلاثون شهراً تقريباً مرت على انطلاقة ثورة خمسة وعشرين يناير والثورة متزال بأشكال جديدة مستمرة برأيك أنت هل ضلت الطريق؟ كلنا ضلينا الطريق النخبة السياسية النخبة الحاكمة الإعلام الثقافة السوار الكل الكل ضل الطريق يمكن ده مؤشر أن الكل حيراجع نفسه اليوم ويفكر بطريقة تانية أولاً لازم يكون فيه انتقاد للذات انتقاد للذات نرجع خطوتين لورا لكن التشبس ده عامل الوقت مش لصالحنا اليوم العربي العربي بدأ يأخذ منحة خطير وعنيف وفي مصر بالتحديد بدأ يسلك ممارسات عنيفة ضد المرأة بشكل خاص اصدقاء المشاهدين حالات الاعتداء الجنسي تتزايد الفتيات اللواتي شاركنا بقوة في بدايات الفورة بدأنا يخشين على أنفسهن في ساحات الثورة ثمت من يريد قهر إرادة المرأة في عدوان جنسي منظم كيف تعلقين وإبعادها من المشاركة السياسية ارجعي بيتك ملكيش انت انك تشاركي سياسيا وحتى في بيتك لحرية لك أطيعي زوجك بالزبط كده يعني احنا بنتراجع عن كل الخطوات اللي احنا خطناها من سنة 2019 1919 لما المرأة نزلت لأول مرة في التاريخ المصري والعربي إلى الشارع تطلب الاستقلال والدستور تساند الحزب حزب الوفد اللي كان يمثل الشعب في هذا الوقت بكل شجاعة بكل قدرة وللأسف اليوم فيه هجوم شرس ضد المرأة لإبعادها عن الساحة بس المهم انهم عايزينها كناخبة وليس كمرشحة عشان احنا في مجلس الشورى كنا طلبنا ان المرأة تبقى في اول ثلاث مقاعد على القايمة عشان نديها فرصة للنجاح بيتسمى التمييز الايجابي انا بسميه مش تمييز ايجابي لكن ميكانيزم عشان تمنع التمييز ضد المرأة اللي هو تدي لها آلية وبعدين ده ده مؤقتة فمش ممكن تبقى غير دستورية الغير دستوري لما بيبقى على طول فيبقى تمييز هل مطلوب ان يردد من صنع الربيع العربي في كل مكان يا ليته لم يكن لا لا تراجع عن السورة لا تراجع عن الحرية اللي اخدناها لا تراجع عن هدم جدار الخوف بأسلوبك انت بصوتك الاستفزازي كيف رددتي في ميدان التحرير مقولة مكرم عبيد باشا الشهيرة التي ذكرتها قبل اللحظات كيف التيا آه كنت بزعق طبعا زعق معنا طبعا كنت بزعق والكل كان بيسقف لي والكل قام وقال يحيى الهلال والصليب دي حاجات الواحد عمره ما حينسى الثمنتاشر يوم التاريخية اللي كنا فاكرين ان دي بداية فعلا لبناء دولة آآ عادلة دولة ترسخ مبدأ المواطنة دولة حديثة دولة ديمقراطية دولة علمانية علمانية يعني بشكل العلم مش بس بشكل ومتدينة في نفس الوقت علمانية وعلمية بالزبط علمانية وعلمية لكن دون دخول الدين في السياسة ده اللي احنا رفضينه النهاردة انت الان عضو الشعب المصري متدين انت الان عضو في مجلس الشورى انت ضد المقاطعة في المطلق وطبعا لكي في هذا وجهة نظر لكنك لا لا ليه مواقف انا لما سبت الوافد كان عشان كده ما ليه لكنك انت في مجلس الشورى تشاركين فيما يعد باطلا في مولده ونشأته يعني افلا ترين ان التذرع بعدم جدوى المقاطعة في حالة مجلس الشورى غير مقنع ويجب القول ان قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري ومجلس النواب الذي جرت ايضا انتخاباته وفق نفس القانون سبق وابطل وابطل وحل ويمكن المجلس الشورى برضو يتحل لكن طول ما هو موجود وطول ما هو عنده الصلاحيات لابد ان احنا نبقى موجودين احنا لما بقول احنا بقول مجموعة ما بقولش كبيرة اوي من المعارضين المعارضين لقانون الانتخاب المعارضين لادخال الشعارات الدينية في الانتخابات المعارضين طبعا للهجوم الشرس ضد القضاء المعارضين لازدراء الاديان المعارضين للي بيحصل طبعا التأجيج للفتن الطائفية والمعارضين خاصة للخطاب الديني العنصري اللي موجود النهاردة في الفضائيات وغير الفضائيات اكتر من يلعب يتابعونا الليلة يرسمون ابتسامات ساخرة ويرددون ان مونة مكرم عبيد شاركت شغفا بالمناصب بماذا تجيبين لا حبا بالسلطة ايه تماما لو كنت كنت حبا بالسلطة كنت دخلت الحزب الوطني من زمان مش اللي اسس الحزب الوطني اسمه فكري مكرم عبيد طيما كانوا دامي لكن انا اخترت ان اروح في الوافد وكون معارضة وليس منتمية لعشان منتمية لعائلة اسير في نفس في نفس سير العائلة وانا كنت دد النظام مبارك من الاول واذا كنت عايزة منصب في هذا الوقت كنت بقيت انا رئيسة وزارة لو دخلت الحزب الوطني في هذا الوقت فلا انا مش بتاعت مناصب انا بتاعت مواقف ولكن ما ما بخبيش ان انا حب اكون انا اكون في الاضواء الاضواء السياسية الاضواء والمواقف السياسية والاجتماعية والاجتماعية انا ما بنكرش انت سعيدة الليلي تحت كل هذه الاضواء سعيدة عشان بكلمك وبتحورني وبتحورني بطريقة out of the box زي ما بيقولوا فيها نوع من الدعابة وخفة الدم وانا اهم حاجة اشوفها في اي بني ادم قبل كل حاجة لازم يكون خفيف الدم وزكي الباقي مش مهم يبقى طيب ما يبقاش طيب دم ما ليش دعوة بي يعني هذه مواصفات الشعب المصري الشعب المصري خفة الدم خفة الدم وزكي وروح الدعابة بالزبط كده معاشا كده بقول لك دول دي الحاجات اللي انا مهتمة بيها في اي شخص انت ناشطة في جمعيات حقوق الانسان لكن حقوق الانسان اليوم للأسف تتردى تتهاوى تتزمت ماذا ينقص عالمنا العربي ليستعيد الانسان قيمتها كرمته كرمته اللي طول السنين دي كان فيه انتهاء لكرامة الانسان من يعيد الكرامة للانسان هل الانسان نفسه هو من يستطيع ان يستعيد هذه الكرامة ام الانظمة تسام في تعزيز قيمة الانسان وانسانية الشخص طبعا الحكم نفسه رئيس الدولة هو اللي يبقى قدوة في ارجاع كرامة الانسان لما يحترم سيادة القانون لما يحترم المساواة لما يحترم ترسيخ المواطنة للجميع هل برأيك الرئيس محمود مرسي سيوعيد الكرامة الى الشعب المصري كان له فرصة بس افتكر الفرصة فاتت هوت التمثيل في صغرها وعاشت الواقع بكل تفاصيله وهي تكبر واختارت في الصغر وفي الكبر اللا تكون الا هي مونة مكرم عبيد استراحة ونعود اشتركوا في القناة ابنة المحروسة الاستفزازية والمشاكسة معنا الليلة الدكتورة مونة مكرم عبيد سيرتك الذاتية تحتاج الى صفحات وصفحات لكن في هذا المحور اريد ان اكتشف المرأة اللي هي انت اريد اكتشاف الانفة الموجودة في داخلك الام اللي تلعب دورها انت ام لابن وحيد كريم كريم ديبلوماسي وانتقل مؤخرا الى البنك الدولي في واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية كيف توصف نفسك كأم انا ربيت ابني انه يكون صديق لي ومع الوقت بقى انا بقى اعز صديق لي وبتشاور معه باخد رأيه قبل ما اعمل اي حاجة انا باخدش دايما رأيه وبعمل اللي هو بيقوله ولكن بستشيره الى اي درجة بتلاقي بكريم مواصفات منك انت الى اي درجة هو بيشبهك هو احسن مني مئة مرة في كل حاجة ولكن اخد مني خفة الدم والزكاء واخد من ابوه الطيبة والكرم يعني هو محبوب جدا من كل أصحابه ومن كل رؤساءه يعني عنده الميزة دي أنه بيحبب الناس فيه من يلتق بك سرعان ما يكتشف عقلية الشباب ودينامية التحرك هل أنت في ربيع دائم؟ لا لا ما تعودش بقى تتحسدني إيه ربيع دائم ده أنا نشيطة عشان أولا أنا رياضية ما تنساش أن أنا بلعب تانس كل يوم صبح وده بيديني قوة قوة عشان أستحمل اللي بستحمله طول النهار وقوة العزيمة فالحمد لله ربنا يدومها هل التعليم مع جيل الشباب نفحك بهذه الطاقة طاقة الشباب المتجدد؟ طبعا التعليم وخاصة الدراسات العليا اللي أنا كملت دراساتي في هارفرد اللي هي أكبر جامعة في العالم وتعلمت هناك يعني إيه التفكير النقدي وده اللي نقصنا هنا في مصر وفي البلاد العربية التدريس تدريس كله نمطي ما بتشجعش ولا الإبداع ولا التفكير نمطي نظري نظري ونمطي وخلاص ما فيش حتى تشجيع للإبداع أو تشجيع لحرية الفكر وحرية التحليل فدي أنا تعلمتها الحقيقة هناك وبطبقها مع الطلبة بتوعي إن كانت في القاهرة أو في أبو ظبي حيث أدرس في السربان هناك هل تنتقدين نفسك؟ أه طبعا هل تجدين في نفسك علات وشوائب وسيئات؟ أم تجدين أن مونة مكرم عباد إنساني مثالية؟ لا طبعا مش مثالية أبدا وغالبا السلبيات أكتر من الإيجابيات ولكن هي دي طبحت هل تحبين نفسك؟ أه أحب نفسي كنت أحب أن أكون أحسن يعني لكن مش هموت نفسي لو ما كنتش أحسن تعشقين الاستماعي لفيروز آآ مين ألك؟ ناستماع لألا؟ آآ أموت في فيروز يا لور حبك قد لوع الفؤاد وقد وهبتك الحب والعداء ألا تذكرين لا يالي الصفر وعدنا على الوفاء يا مونة حبك هذه الأغرية أعدادك سنوات إلى الوراء هكذا تبدين بشو ذكرتك؟ المرات العديدة اللي كنت باجي فيها لبنان الحقيقة وأنا باجي لبنان بقالي مش عايزة أقول قد كم سنة بس أحبيت لبنان من أول مرة زرتها وما بقولش كده عشان أنا في لبنان ولا أنا بكلمك أنا أنت عارف حبي للبنان لأهل لبنان للمرح اللي موجود في لبنان ولفيروز فيروز بالنسباني هي لبنان تقرأين في سيارة الزعماء هل تمنيتي لو ولدتي في زمن آخر؟ آه كنت عبقى أتولد في الزمن الجميل اللي هو من 19 في 1952 هل في زعيم معين كنت أحببتي أن تولدي في زمنه تحت عباقته أن تعيشي الحقبة التي سطرها؟ طبعا من هو هذا الزعيم؟ سعد زغلول الغرز في المصريين حب البلد الانتماء للوطن التعددية احترام الآخر احترامه هو للأقليات زي ما بتقول هو كان بيسمي مكرم عبيد ابن البار ابن سعد كان مفروء كان معروف كده كابن سعد أنا ما شفتش الحقيقة الزعيم بشكل ده أنت عارف أنه هو خريج الأزهر أنا أقول لك قد إيه الأزهر محمد عبدو الأزهر كان بيطلع ناس حكماء علماء منفتحين مستنيرين ده اللي احنا يعني بنفتقده النهاردة مع أن الدكتور أحمد الطيب من أحسن الشخصيات اللي موجودة النهاردة في مصر هو والبابا الجديد البابا تودروس التاني حصلت الدكتورة مناكرم عبيد على جوائز تقديرية ونالت وسام جوقة الشرف برتبة ضابط من الحكومة الفرنسية في العام 2008 وجرى اختيارها عضو اللجنة الدولية لمراقبة انتخابات باكستان في العام 1990 وفلسطين في العام 2005 ولبنان في العام 2008 والمغرب في العام 2010 وحضرت تنصيب الرئيس الأمريكي بارك أوباما في العام 2008 واللائحة تطول وتطول وتطول مناكرم عبيد انت مسبع الكرات ماذا تريدين بعد لنفسك؟ إن أقدر أخدم وطني قد ما أقدر بكل طاقت ويعني يمكن في الأوقات العصيبة اللي احنا بنمر بيها بنحس بانتماء أكتر الناس بيقولولك لا الانتماء بيروح في الأوقات دي واللي عايزي هاجر أنا بالعكس أنا حاسة إن عايزة أكون موجودة عايزة عايزة أعيش وشوف مصر تبقى دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة نرسخ فيها المواطنة طبعا أحلام لكن أنا مقتنعة بيها ومقتنعة إن يوم من الأيام يمكن أنا مش هشوفها لكن يوم من الأيام مصر هترجع تبقى مصر زي ما كانت وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله الشباب طلابك آه إن الجيل الجديد كل هؤلاء يسألون ماذا عن ربيع مصر هل هو بعيد هلا دايكي جواب الربيع مصر بعيد لحد ما ولكن أنتو يا شباب أنتو اللي خلقتلنا الأمل أن يكون فيه ربيع في المستقبل وإنتو المستقبل عشان كده أنا ما سبتش التدريس أنا بقى لي 22 سنة بدرس ها لأن اختلاطي بالشباب ده اللي بيديني اللي انت بتقول النشاط والديناميكية الأخر هم بيدوني ده وأنا بدي لهم خبرتي هل طلابك بحبوكي؟ لا مش كلهم طبعا اللي بيحبوني هم اللي بيبقوا طلاب فعلا مجتهدين واخدين المسألة جد لكن اللي يقوبا يدلعوا ما بيحبونيش خالص برأيك المشاهدين الليلي هل حبوكي؟ لا ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة شو بهمك يقولوا عنك بناية هذا اللقاء؟ أنا أحب أن يتقال عني ذكية متعلمة ودماء خفيف مونة مكرم عبيد الذكية القوية النصيطة المثقفة المتعلمة المختلفة كانت ضيفة هذا الحوار المختلف أنا بتشكرك على المشاركة وعلى مجيئك خصيصا من القاهرة إلى بيروت لتصوير هذه الحلقة بدي أطلب منك توقع اللقاء على طريقتك فضلي من أحلى اللقاءات اللي عملتها ومن أخف دم وفي زكاء وفي إبداع وأنا بشكرك أنك قدرت تجيب كل المعلومات دي عني إلا أنا ما كنتش عارفة أو كنت نسيتها إذن في هذا اللقاء أعدت اكتشاف نفسك أيوة بس بطريقة حلوة أنا أيضا سمتعت جدا أهلا لقاء المشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة